وارد في الرواية يبعث الناس يوم القيامة حفاتا عراتا غرلا غرلا يعني حتى هذه اللحمة اللي قصوها يوم الولادة ترجع يوم القيامة يجي ممطهر ممختون طبعا هاي افترض غير المؤمنين لأنه عدنا بالرواية أو روايات أنه يستحب التنوق في الأكفان واحد يحط له كفن زين يشتري له كفن ممتاز مو هذه الأكفان المريك كان المخرب طمحتوطة بالمغيس الصدقة خلي يشتري له كفن زين اقماش جيد خليسه خمسين دينار ميت دينار وارد أن الإمام موسى بن جعفر عليه السلام كفن بكفن قيمته خمسة آلاف دينار كتب عليه القرآن كله زين أن واحد يشتري له كفن جيد ومو إلا هذه المطبوعة الموجودة يروح يشتري له قماش جيد فاخر قطن قطن أبيض من أفخر الأنواع خلي يكون سعر عالي مثل ما يلبس له دجداشة زينة بهالدنيا خليه يلبس له ثياب زينة هناك الناس يوم القيامة يتفاخرون بأكفانهم يقول أشوف كفني أحسن من كفنك شنو هذا الكفن أنت لابسه أنا كفن جيد عندي على كل حال هذا المؤمن وارد أنه يأتي يوم القيامة لابسا كفنه مو مصلخ مو عاري هذول البقية حفاتا عراتا غرلة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر